أعلنت وزارة الداخلية عن بدي قابل طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر وحتى يوم الاثنين الموافق السادس من نوفمبر لبيت اللهم لبيت تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري وتعلن عن بدء طلق طلبات آداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية التقديم اعتبارا من السبت الحادي والعشرين من أكتوبر 2023 حتى الاثنين السادس من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن تقدم الطلبات بمعرفة مواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقايد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك سيتم إجراء القرع العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمدريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلم من الإدارة العامة لشؤون الإدارية يقتصر آداء فريدة الحج هذا العام على من لم يسبق له آداء فريدة الحج وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يستبعد من الصفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت ترجمة نانسي قنقر